اشتركوا في القناة نتكلم اليوم عن الإسلام والفلسفة إنه من نافلة القول أن نقرر أن الإسلام هو دين المعرفة والعلم والتفكر والتدبير لقد جعل القرآن الكريم بالآيات التي يمجد العلم وتكرم العلماء في قوله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقوله سبحانه وتعالى وَثِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ ويخاطب الإسلام العقل ويحضه على التدبر ويدفع به إلى التفكير في خلق الكون والسعي إلى مراصي العلم والمعرفة وذلك في قوله سبحانه وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي يجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيى به الأرض بعد موتها من كل ذابة وتصريف الرياح والسحاب المسخرين بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ولما كان العلماء هم أقدر الناس على التعرف على آلاء الله ومن ثم التوصل إلى معرفة الخالق فقد استحقوا مرتبة من الإيمان تتجاوز مراتب العامة وتعلو عليها درجات ولذلك فيقول سبحانه وتعالى في حقهم إنما يخشى الله من عباده العلماء إذن أيها الأحباب الإسلام دين العلم والمعرفة والتمد واستكناه حقائق الكون واستكشاف الدنيا والسعي وراء التعلم بمختلف الوسائل وتعدد الأسباب ومن ثم كان بين المسلمين علماء في كل فن وفي كل ميدان علماء في الدين وفي اللغة والتاريخ والاجتماع والبلدان والجغرافيا والطب والفيزياء والكيمياء وفي كل مجالات المعرفة الهندسة والعمارة والفلك والفلسفة والأخلاق وهلما جرا ومن المفيد أن نشير إلى أن العالم الإسلامي كان نقطة تقاطع بين الحضارات الكونية الكبرى الحضارة الفارسية والبيزنطية والمصرية حتى قبل الرسالة المحمدية وبالتالي فإن عدداً من المعارف الأساسية كانت متوفرةً بصورةٍ مبكرة كما أن الاحتكاك والتواصل لم ينقطع البته غير أن الاهتمام الرسمي والمنظم بهذه المعارف لم يبدأ إلا بعد قيام الدولة الإسلامية ويمكن الحديث عن مرحلتين في نقل هذه المعارف المرحلة الأولى التي كان الاهتمام فيها منصباً على المعارف العملية والتطبيقية مثل الصيدلة والرياضيات والسياسة وقد بدأت منذ عهد عمر بن عبد العزيز والمرحلة الثانية التي بدأت فيها الحكمة تطلب لذاتها مع تأسيس بيت الحكمة من طرف الخليفة العباسي المامون بدأت حركة الترجمة إلى العربية بصورةٍ مبكرةٍ جداً كان اهتمام المسلمين بالمصادر الإغريقية كبيراً إلى درجة أنه كان من بين شروط وقف القتال بين المأمون وتيوفيلوس بعد انتصار المأمون عليه سنة 830 للميلاد كان الشرط هو الحصول على كتب الفلسفة فعاد الوفد الذي أرسله المأمون كما يقول ابن النديم بخمسة أحمال منها من المنطق ذاته هادن المأمون حاكم قبرص مقابل خزانة كتب اليونان والملاحظ خلال هذه الفترة أن المسلمين اقتصروا على الاستفادة من فلسفة اليونان ولم يوسعوا اهتمامهم إلى بعض المنظومات التي اعتبروها غير مفيدة مثل الميطولوجيا لم تكن الفلسفة الإغريقية مجال الاستلهام الوحيد للمفكرين المسلمين فبالتوازي مع ذلك استفادوا إلى حد كبير من الحكمة الهندية والفارسية والشرقية بشكل عام وهو ما سوف يجعل الفلسفة الإسلامية تؤدي وظيفة حلقة الوصل بين الشرق والغرب تبين المنهجية التي اتبعها المسلمون في الترجمة حرصهم على الدقة والموضوعية لقد كان الكتاب الواحد يسلم إلى عدد من المترجمين لترجمته في الوقت نفسه من أجل المقارنة بين مختلف الترجمات كما كان المترجم نفسه يعيد تصحيح الكتاب المترجم بصورة متوالية ويطلب من تلاميذه أن يعود إليه بالمراجعة لقد أسهمت عملية التجميع والشرح التي قام بها المسلمون لتراث الإغريقي في صون وحماية هذا الفكر وفي تطويره وجعله متاحا أمام أوروبا وأمام الإنسانية ولولا هذا الدور الذي قام به المسلمون لما كان بوسع أوروبا أن تجدد ارتباطها بهذا التراث تتميز الفلسفة الإسلامية بعمق وبقوة مضمونها الإنسان سواء من حيث انفتاح وتعدد مصادرها أو من حيث الأهداف التي رسمتها أو المواضيع التي اشتغلت عليها ولا شك أن مبادئ سمو العقل وتطهير النفس والارتقاء بالإنسان والبحث عن السعادة كانت حاضرة في كل القضايا التي عالجتها هذه الفلسفة كما أن أحد أبرز أهدافها كان هو الوصول إلى تحقيق نموذج المدينة الفاضلة هذا الحضور الكوني الإنساني لا يبرز فقط في بعض المباحث التي طورها المسلمون بالاستناد إلى التراث اليوناني السابق بل كذلك في بعض المباحث التي تدخل ضمن الفكر الإسلامي الخالص مثل فكر إخوان الصفا الذين كانوا يعتبرون الحكمة أساسا لإصلاح الفرض والمجتمع والمعتزلة الذين بوأوا العقل مكانة خاصة في فلسفتهم واعتبروا الإنسان محورا للكون يتميز التأمل الفلسف الإسلامي بأنه أعاد استثمار الرصيد الفكر الكوني الإنساني في ثلاثة مباحث هي الفلسفة الإسلامية وعلم الكلام والتصوف وهكذا أعادت الفلسفة شرح وضبط المفاهيم والأنصاق اليونانية وتأويلها كما شكل علم الكلام التبئة الحقيقية لمسائل المتافيزياء من وجهة نظر إسلامية وأخيرا أعيد رسم معالم الموجة الثالثة من التصوف التي يصطلح عليها بالتصوف الفلسفي الذي أثرى التفكير الفلسفي بصورة غير محدودة مع وجوه مثل الحلاج وابن عربي وابن سبعين وغيرهم في الوقت الذي تمنع فيه أو تمنع فيه بعض الدول الإسلامية تدريس الفلسفة وتداول النصوص الفلسفية تحت ذريعة تناقضها مع العقيدة والقيم الدينية أدعوكم أيها الأحباب إلى التأمل في هذا النص لأحد كبار مؤرخ الفلسفة الوسيطية أعلان دوليبرا الذي كتب عن دور ابن رشد والفلسفة الرشدية كتب ما ياتي يقول بفضل ابن رشد وبواسطة فلسفته اكتملت المسيرة الطويلة والبطيئة التي قادت أوروبا عبر عملية مثاقفة فلسفية وعلمية إلى إعادة امتلاك الفلسفة الإغريقية العربية إنه التاريخ الطويل لنقل وتجديد الفلسفة والعلم القديمين الذي انطلق في القرن التاسع ببغداد أيام الخلفاء العباسيين ليتواصل في القرن الثاني عشر بقرطبة تحت حكم الموحدين ويستمر في البلاد المسيحية داخل وخارج الجامعة في الفترة الممتدة بين القرنين ثالث عشر والخامس عشر لقد كان ابن رشد الحلقة أو الحلقة الأساسية لمد تقافي مكن الفكر الأوروبي من بناء هويته الفلسفية إن نصوصه في الطبيعيات والنفس والميتافيزيقة رسمت بالنسبة لأوروبا الوجه الأمثل للعقلانية التي ننعتها اليوم بالعقلانية الغربية أو الإغريقية يختزل هذا النص الدور الذي لعبته الفلسفة التي تبلورت في الحقل الثقافي الإسلامي وأثرها في الترات الفكري الإنساني دمتم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر